توحيد الجهود وتسهيل إيصال الاحتياجات المجتمعية وفق الأولوية وشمولية وصول الخدمات الصحية وفق الأسس والمعايير الدولية وتعزيز الصحة في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل موضوعات استعرضها لقاء معالي الدكتور هلال بن عالي السبت وزير الصحة بأصحاب السموي والمعالي والسعادة المحافظين أبرز مهم جماماتنا في المرحلة الحالية وفق ما تتطلبه هذه المرحلة هي إتاحة الممكنات ووضوح الأدوات وفاعلية الآليات وكفاءتها لضمان المرونة من خلال وجود أسس وتشريعات تساعد في انسيابية وهذا ما نسعى إليه وما تهيئنا لمؤكبته على مستوى الصحة من خلال إعادة هندسة قطاع الصحة قيام مزارة الصحة ببناء قاعدة بيانات تعين على التحليل كثير من المعطيات ليكون توجيه الأصول توجيه الموارد إن كانت مالية أو بشرية أو غير لمواقعها المستهدفة أيضا التكامل بين المحافظات ما ممكن تقدم كل الخدمات طبيعة الحال في كل محافظة ولكن هي تصل لمن يمكن يحتاج لها في وقت مناسب وبجودة مناسبة اللقاء ناقش أيضا التطلعات والفرص المستقبلية والتنمية الصحية المستدامة والاستثمار والشراكة وتشريعات وقوانين المنظومة الصحية بالإضافة إلى التخطيط والتنظيم الصحي وتوفير الموارد المالية والبشرية واستدامتها مثل هذا اللقاء بيتكون له نتائج والنتائج إن شاء الله ستظهر خلال الفتر القريب القادمة أتمنى تكرار مثل هذه اللقاءات وكذلك نحن نعد إن شاء الله أن نكون قريبين من المؤسسات الصحية في المحافظات وأن نساهم مساهمة فاعلة حقيقة مثل ما ذكرت في التكاملية وكذلك توضيح أدوار وزارة الصحة والمهام التي تكون فيها الوزارة نناقش كافة الأمور التي لها علاقة بتطوير المنظومة الصحية على مستوى المحافظات على سبيل المثال هناك الكثير من المشاريع أنماط الحياة الصحية التي تكافح الأمراض المزمنة دور وزارة الصحة هو العلاجي ولكن هناك دور وقائي فيما يخصك تشاف المبكر الأمراض تغيير نمط الحياة التغذية السليمة الرياضة ومحاربة الخمول البدني وكذلك مكافحة الطب هذه هي جانب وقائي هناك بعض المشروعات القوانين التي أيضا لا تزال الوزارة أو انتهت الوزارة من اعدادها ورفعت للجهات المعنية منها قانون الصحة العامة وقانون نقل وزراعة الأعضاء والنسية البشرية الوزارة أيضا شريك أساسي في بعض التشريعات المعنية التي لها مساس بالرعاية الصحية مثل قانون الصحة النفسية وقانون السجون وقانون مكافحة المخدرات وإلى آخره فيما يتعلق بالصندوق أو صندوق تعويضات عن لختات طبية تم عادة صياغة اللايحة التنفيذية لنظام الصندوق أرسلت إلى الجهات المعنية وأبدت مرئياتهم وبعد ذلك أبدت وزارة الصحة تعقيبة على هذه المرئيات وأرسلت إلى الجهات المعنية استكمالاً الدورة التشريعية فيما يتعلق باللايحة التنفيذية وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز التكاملية والشراكة بين المحافظات واستثمار الفرص التمكينية والموارد المتاحة إضافة إلى بحث التحديات وإيجاد الحلول لها في شتى القطاعات ترجمة نانسي قنقر